رجوم بوليود الذين يربحون أموالا طائلة ويعيشون حياة رفاهية إلا أن الهند تعاني من ارتفاع مستوى الفقر حتى إنها الدولة الأكبر التي تصدر كمية خدم ضخمة للعالم تحتوي الهند على مناخ وثقافة وجغرافية مختلفة ومتضادة والكثير من الأشياء الملفتة للنظر إليكم بعضا من هذه الحقائق المدهشة البقر في الهند البقر مقدس وفي بعض الأماكن الهندية هناك بطاقة شخصية لكل بقرة البهارات 70% من بهارات العالم تأتي من الهند الشوارب في ولاية مادهية براديشة الهندية رجال الشرطة لا بد أن يكون لهم شوارب لأنها تدل على رمز الرجولة الحد الأدنى للأجور منخفض جدا في الهند مقابل العمل 6 ساعات وهو لا يصل لثامن وجبة بيج ماك التلوث مدينة مومبايا الهندية أسوأ دول العالم من ناحية التلوث وقضاء يوم واحد هناك يساوي تدخين مئة سيجارة سوء تغذية الأطفال نتيجة لارتفاع عدد السكان وانخفاض الأجور فهناك الكثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية فما بين كل ثلاثة أطفال يوجد طفل واحد يعاني من سوء التغذية في الهند المجوهرات من الواضح أن نساء الهند يحببن المجوهرات الذهبية إذن هن يمتلكن كميات كبيرة جدا تقدر بنسبة 11% من ذهب الكرة الأرضية الهند ديانات لا تنتهي الهند من الدول التي تضم بداخلها جملة من الديانات المختلفة وفي وقتنا الحالي يبلغ عدد الديانات هناك ما يفوق 180 ديانة هل يمكن تصور ذلك؟ فهناك من لا يزال يعبد الأبقار التي تعتبر بالنسبة لهم بمثابة الحيوان المقدس العبودية تقدر المنظمات الدولية بأن هناك 36 مليون عبد في العالم 14 مليون منهم موجودون في الهند كوماندوز الحب هي مجموعة هندية تساعد وتوفر الحماية للمتحابين من طبقات اجتماعية مختلفة في الهند صيدلية الفقراء تعتبر الهند دولة متساهلة في الحفاظ على براءة الاختراع فيما يتعلق بالصناعة الأدوية لذلك نجد أن سعر الدواء في الهند يقل عن سعره في الولايات المتحدة بخمس مرات أو أكثر كما أنها تلب الآن 70% من الاحتياج المحلي إضافة إلى أنها تصدر بمعدل 11 مليار دولار سنويا أخيرا العملة يوجد على العملة الهندية كتابة بلغة برايل لتسهيل الأمر عن المكفوفين وضعاف البصر